السمة الثالثة أن المجتمع المسلم مجتمع متسامح وهذه السمة من أهم سمات المجتمع الإسلامي لأنها ظاهرة في ثنايا أحكام الإسلام كله فالفرد في المجتمع المسلم متسامح يحسن الظن بالآخرين فيتغاض عن أخطائهم ويغتفرها ويلتمس العذر لكل مخطئ ويحسن التعامل مع جميع الناس والسماح في ديننا الإسلام عامة للمسلمين وغيرهم وإن كانوا مخالفين لنا في الدين ما لم يكونوا محاربين لنا أو معتدين علينا وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بالأحداث التي تؤكد على تسامحه مع كل من تعامل معهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين